حيث توافد المصريون المقيمون في قطر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وبدأت الصفارة المصرية في العاصمة القطرية الدوحة استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الساعة التاسعة صباحا وفقا للتوقيت المحلي بقطر وتم فتح اللجان في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات ورفع بعض الناخبين علم مصر أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية كما رفع البعض صورا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وتجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعنوينها وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي أو جواز الصفر الساري المتضمن الرقم القومي